مجلس الوزراء عن ذات المرتبات والمعشات اكبر حزمة حماية في تاريخ مصر اهلا بكم متابعي تلفزيون الوطن في كل مكان وخدمة اخبارية جديدة النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استهل اجتماع الحكومة اللي نعقد في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة واشار للتوجهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة المينيا باطلاق حزمة اجتماعية تعتبر الاكبر في تاريخ مصر وبيتم تنفيذها اعتبارا من شهر ابريل اللي جاي وبتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة واصحاب المعشات وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفدين من برامج تكافل وكرامة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اكد ان الحكومة جهزة تماما لتنفيذ كل هذه التكلفات في الموعد المقرر اللي هو شهر ابريل اللي جاي وقال ان الحزمة الاجتماعية الجديدة اللي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتاعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من تأثيرات الاوضاع العالمية طب معا منذكر حضراتكم ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه خلال الامن اللي فاتت بالتنفيذ الفوري لعدد الاجراءات الهمة اللي ابتهد في رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري البسيط والرئيس قال اوجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للاجراءات التالية اول حاجة تعجيل بعدات حزمة لتحزين دخول العاملين بالجهاز الاداري للدولة واصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من اول ابريل اللي جاي بحيث يزيد مدخل الموظف بحد ادنى الف جنيه شهريا تاني حاجة زيادة الحد الادنى لجور للعملين بالدولة على النحو التالي ممكن هستعرضه معاكم من خلال هذه الصورة اول حاجة الدرجة السادسة وما يعادلها تكون بقيمة تلات تلاف خمسمائة جنيه شهريا الدرجة التالتة النوعية وما يعادلها تكون بقيمة خمس تلاف جنيه شهريا اما حاملة درجة الماجستير من العاملين بالدولة هتكون بقيمة ستلاف جنيه شهريا وحاملة درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة هتكون بقيمة سبعة تلاف جنيه شهريا مش بس كده في كمان زيادة المعاشات المنصارفة لاصحابها والمسافدين عنهم تكون بنسبة خمستاشر في المية اعتبارا من اول ابريل اللي جاي رابع حاجة رفع حد العفاء الضريبي على الدخل السنوي من اربعة عشرين الف جنيه عشان يكون بقيمة تلاتين الف جنيه سنويا اعتبارا من اول ابريل اللي جاي. كمان زيادة الفئة المالية الممنوحة للمستفدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة خمسة وعشرين في المية شهريا اعتبارا من اول ابريل. كمان وجه الرئيس الوزراء كل الوزراء توجهات المعنية خلال اجتماع الحكومة اللي عقد بمنقر الوزراء آآ بالعاصمة الادرية جديدة النهاردة بسرعة تخذ كل الاجراءات اللازمة للبدء في رقمانة كل الاصول التابعة عليها سواء كانت اراضي او عقارات او خلافه واكد ان الخطوة دي ضرورية عشان تحقق الحكومة وتضمن ادارة الاصول الممنوكة للدولة بكل كفاءة وسد منافس محاولات التعدي عليها باي شكل من الاشكال. اكيد موضوع فوضة الاهمية ان الرئيسة الوزراء او الوزارة الحالية تقوم بتطبيق المباشر لتعليمات وتوجهات سادة الرئيسة الفتاح السيسي واللي قالت ووصفتها بأنها اكبر حزمة حماية في تاريخ مصر سواء للعملين بالدولة وكمان اصحاب المعاشات وكمان المشمولين بتكافل وكرامة كد امر في غاتل اهمية وبداية تنفيذ ان شاء الله بداية شهر ابريل اللي جاي على طول مش هنستنى لنهاية السنة المالية او حتى بداية شهر سبعة اللي جاي زي ما نسكة متعودة ان دايما اول سبعة هو بداية دايما تطبيق اي اي حماية مالية او اي اجراءات جديدة او اي علاوات بكون في اول سبعة بعد نهاية السنة المالية في تلاتين ستة لكن المرة دي طبعا وعلى وجه عاجل وتوجهات من سادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ان التطبيق من اول ابريل مباشرة وشوفنا استجابة الحكومة برئاسة دكتور مصرفة مدبولي واللي اكده في اجتماع النهاردة في اللي حصل طبعا في المقر الجديد في العصامة الادارية الجديدة من هو هيتبق على الفور من بداية شهر ابريل وهينفذه هذه التوجهات بشكل مباشر واللي هستفيد منها قطاعات كبيرة جدا جدا سواء اللي عاملين بالدولة وان كمان ما يقرب من حداشر مليون واحد يستفيدوا من المعاشات سواء اللي خرجوا على المعاش او حتى المسافدين من المعاش من اللي توفوا ذويهم في السنوات اللي فاتت اكيد خبر هام الغاية وهنتابع معاكم خطوات تنفيذ خلال الفترة الجاية من رئاسة الوزراء وكل الجهات المعانية واستنونا في خدامة اخبارية الجديدة خلال الساعات اللي جاية فقط عبر شاشة تلفزيون الوطن شكرا جزيلا لكم